السلام عليكم أشوف بعض الصفحات العراقية ينشرون صور بعض الفنانات أو الفنانين وبالذات الفنانات وينشرون صورتها أو فيديو قصير لها بعد طبعا يجرى العمليات تجميل وكذا وتعديل ويقل لك هاي الفنانة كانت في التسعينات أو بعضهم حاليا الأغلب هاي الفنانة قديمة صارا بالتسعينات سووا نعلانات بي تلفزيون الشباب عن شامبو وكذا لين هانا مختصوا بوحدة يعني هل دا تكلم عنها تندروا عليها البارحة ويقل لك هاي سووا نعلانات ويمثلا وشوف بعض انتشانهم صغيرات زغرا ما يكبرن مثلا شفت البارحة مقطع انه مناشرين بصورة للفنان زهور علاء وقالوا انه بالتسعينات كانت تسوي اعلانات عن شامبو وش اسمه يعني قبل الفين وثلاثة شامبو وصابوا الرقي هذا من سوريا مال حسن قدح وشامبو نسيت اسمه وكذا وانه حاليا نشوفوا صورتها تشانها زغرانة رغم انه عندها ابناء وحفاظ طبعا انا ما امتأكد هم وشلون يعرفون عندها احفاظ يعني قد يكون بينها بعدها بس على كل حال ماك مشكلة انا هنا اريد افهم الاخوان تشغلة وحدة اللي ناشري واستغرب نفس الوقت اولا يا اخي العمر بيد رب العالمي سواء الانسان يعمر سواء بمقتبل الشباب ويروح سواء بنص حياته الطبيعية ويتوفاها الله هاي وحدة الشغلة الثانية الصحة مكتسبة انه انسان يجي كامل الصحة واهلب بالطفول تداره وراعه انه يودون الطبيب او حافظوا عليه ما خلوه يعتل بزغرة وبعدين هو حافظ على صحته ويمكن ظروف البلد مثلا ما اجت علي اجت على غيره ويمكن يعني عدة امور يمكن الله حفظه من الامراض ويمكن تمرضه الله يعني عنده فلوسه وشاف لطبيب زيان وشخصه زيان وعالجه يعني هذا الامور يمكن ما اتعرض لها يعني المهم صحته ببقت زيانه زائدا الشكل يفرق قد الانسان يعني يولد بشكل يسمونه سامعين من يقلك الانسان اللاعب فلان بملامحة بريئة بوجه الطفولي احيانا الناس هو متجه من الشوفه احيانا الناس هو يعني من خلقة رب العالمين ووجه طفولي او روحه مرحى عموما فهي هم تفرق يعني وكذلك اكو ناس تحافظ على نفسها واكو ناس اصغر اكبر من عندي وحاليا جنهما اصغر من عندي يعني الفنان هيثم يوسف يبدو اكبر مني اصغر مني سوري الفنان اه قواء هو يا امثله فهاي اخواني ما الها علاقة بانسان وانسان فذني الفنانات حافظا على نفسهم ويمكن صارت بيدهن فلوس سوى عمليات تجميلة عمليات تجميل مو حرام خصوصا لما تغير الخلقة يعني انسان عنده مر يسوى عمليات تجميل عرفت شلون واكو مو عمليات تجميل انه تغير خلقة وانما او تغير مثلا شي ملامح قد تحافظ على شيء من عامل التعريق اللي تجي بالجسم فهذه هم حق مكتسب فهي تبين لكو في حين انه نسوان ثانية او زلم ما سوى شيء نفسه سواء ما عنده مادة سواء هو ما مهتم سواء راع المجتمع يعني تعددت الاسباب بس بالنتيجة يعني خلوا ببالكم انه ايضا عمليات تجميل العناية بالجسم خصوصا حنا ستطورنا شامبوا يعني حقو في العمليات تجميل هس مثل مثل قبل الحصار بأيام الحصار احنا چلنا حصار حتى بصابون رق الناس تقسل شعرها سمع ما حد الناس صابون سليت تذكرون اللي يوزعونها ما ادري شنه حس هاي ما موجودة الناس اكو عناية اكو كذا يعني تغير شوي المجتمع ما كو عليه حصار النعمة صارت فضيلة وحتى بالعالم التقنية اتطورت شوي مال تجميل عدا قلنا العمليات وكذا فهاي رعوها ولا تظلون تركضون ورا العالم زائدا شغلة ختامية هاي هم ارجع وقل رغم اللي اللي قلته حبيبي انت نشرت صورة هاي الفنانة او الفنان او ممكن مقطع فيديو بس اسألك بالله عشتوا يها بالبيت رحتوا يها الكوفي شوب مكان التسوق وهي تروح للمجلس مأتم عندها فاتحة يعني عندها قاربها شفتها 24 ساعة ليش اسألك هيتش لان ما تعرف هاي شنو اللي تعاني شنو اللي يمر بيها ما يمر بيها شلون اذا ما تخلي مكياج هاي يعني انا هس حتوا ياكم فيديو بس انتم تعرفوني قبل لا صور شلون تشنت بعد ما صور ما تعرفون وما لكم علاقة انتم عليكم بالظاهر هذا هاي انت دقيت لها صورة يمكن حتى تعديل عليه وقلت لك مسوية يعني تجميلة وكذا ومزوقة بس ما تعرف هاي المسكينة بالليل من تنام حتما عندها امراض هاي اللي تجوية العمر ولا هو حتى الطفل قلت تجوية امراض ما تعرف يعني هي حتما مو مثل الشابة من 20 سنة الواحد قايل لا زالت يعني نظرة رغم النعتها لا حبيبي هاي الفنانات وذول الفنانين وذول اللاعبين وذول المطربين ايضا يعاني قبل عمره 50 سنة تجي امراضه من هالخمسين وجسمه ارهر مما كان بالعشرين حتما بس انت ما عشتويا وتدري فقط هاي الصورة عرفتشلون فهاي راعيه الامور هاي لازم تراعيه صورة او فيديو ممكن دقيقة او حتى لو ساعة بس عيشوا ياه بحياة العادية هل هو نفسه هذا اللي بالصورة هل هو نفسه بهذا مقطع الفيديو حتما لا فهذا يراعوها واتمنى انه كل واحد علي بنفسه ما علي بغيره والنفسنا هاي هاي النفسنا على الناس يا جماعة الخير انتش عليك به بعده صغير بعده يحافظ على نفسه ما لك علاقة به هي الموت والحياة قتلى كبيد رب العالمي الفنان الكبير ذاك اليوم توفى مصطفى فهم رحمة الله عليه بالثمانين او بالسبعين من عمره يعني اخر السبعينات او بالثمانينات من عمره توفى تذكرون العام يمكن التقى بي عمرو اديب الاعلام المصري المعروف وقال اتذكر اللقاء يعني شفته بيومها ويعيدونا هسه ناس مقاطع شلون نفسه عني وقال ولو هو بالمزح قال اندق على الخشب وانت ما نبين عليك ويش تسوي وشلون نحافظ على رشاقتك وكذا في حينه هسه توفى مصطفى فهم الله يرحمه وقابلها كان مريض وراح مصطفى فهم عرفت شلون فهي فقط محافظة يعني انت عليك يقولك ما تعرف الداخلية الناس شلو في حينه عمرو اديب الله يطيس صحة ويمده انسان علامي يعني قدير بس شف يعني الناس اللي كانت تحسد مصطفى فهمي على رشاقته وعلى كذا وصحته استمروا بالحياة في حينه هذا المحافظة على صحته راح فالخلاصة انه الموت والحياة بيد رب العالم المرض ما تعرف اش وقت يجي بس محافظة الانسان على حيويته او على نظارته وعلى شكله هذا حق طبيعي للانسان وفطرة فطرة الله في خلقه وبطله نفسنا والسلام ترجمة نانسي قنقر